موسيقى يندرج اللقاء المنظم بكلية العلوم القانوني وقصدي والاجتماعي بمكناس في إطار عملية انفتاح الجامعة على محيطها وانفتاح هذا المحيط على الجامعة اللقاء الموضوع دياله هو التشاور الترابي المجالي يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى أن الاهتمامات ديال الفاعلين الترابيين التي تتقاطع وتتطابق أيضا مع اهتمامات الجامعة بالنظر إلى التكوينات المعتمدة على مستوى كلية العلوم القانوني وقصدي والاجتماعية حيث تعتبر التكوينات المتعلقة بالتراب وبالتدبير العمومي على مستوى الترابي ذات أهمية خاصة على مستوى خصوصا على مستوى التخصصات المدرجة في إطار القانون العام اليوم يتجسد هذا التفاعل بين الأكاديميين والمهنيين التفاعل بين الجامعة ومحيطها من خلال هذا اللقاء الذي نتمنى له النجاح والخروج بخلاصات والستجات ومخرجات مفيدة للجانبين الأكاديمي والمهني على السواء يجب الإقرار بأن الديمقراطية التشاركية كآلية لممارسة الديمقراطية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية حديث التجربة على مستوى المغربي وتطلب تأهيلا خاصا للمجتمع المدني وللفاعلين في المجتمع المدني وأيضا مواكبة من قبل الدولة ومن قبل أجهزتها وخلق الآليات الضرورية لتحقيق هذه الديمقراطية التشاركة على الأرض الواقع بطبيعة الحال النصوص الدستورية والتشريعية حافلة بالقواعد التي تكرس هذه الديمقراطية التشاركية لكن الممارسة لازالت لما تصل إلى مستوى القواعد المنظمة تحتاج وقت تحتاج طليعة ونخبة تستطيع ترجمة هذه الديمقراطية التشاركة على الأرض الواقع اليوم هذا اللقاء المنظم بالكلية هو تسيد للدور الفاعل لهذه النخبة لأن هذه الشراكة بين مؤسسات وبين مجتمع مدني برغم أنه لا يندرج ضمن الآليات الأساسية للديمقراطية التشاركة المتمثلة في العرائد وفي غيرها ولكنها على الأقل خطوة هامة لتنزيل هذه الديمقراطية التشاركة على الأرض الواقع من خلال الضوارات التكوينية اللي قام بها الفضاء الجمعوي اللي فائدت المستشارين والمستشارات الجديدات والجدد لحظنا نقص واحد القصور في الفهم فيما يخص الديمقراطية التشاركية أهدفها أرضياتها مبادئها توجهتها اللي تتهتم بالمجال التنموي المجالي الترابي بحكم بأن هذا مرتبط أولا بأساسية التكوين ديال المستشارين والمستشارات وهذا مرتبط كذلك بالأحزاب السياسية اللي تترشح هذا المستشارين دون تمكينهم واحد المجموعة ديال المعارف ومجموعة ديال الآليات التدبيرية لمستوى الجماعة الترابية المرتبطة أساساً بتنمية ديال المجال وبتنمية ديال المواطن وبإرساء واحد الأسس تنموية متينة في إطار التوجهات العامة للدولة الديمقراطية التشاركية كان فهم جديد مازال خاص تدقيق مازال خاص كذلك بحث مازال خاص دراسة مازال خاص إيصال كل المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية التشاركية المستشارين والمستشارات الجماعية خصوصاً اللي عندهم ممارسة جديدة واللي عاد نخارطه وندمجه في العمل الترابي باكس بأن كان هناك في صابق كانت ديمقراطية التمتيلية اللي تنعتبره الديمقراطية التشاركية هي مكملة هذه الديمقراطية فنعود رجعاً نقولك هنا في إطار الفضاء الجمعية من 2018 وضعنا واحد البرنامج مع الشركاء ديالنا ومن جملةهم الجامعة ومن جمعتهم جموعة الفاعلين لعقد دورات تكوينية في هذا المجال واللي عطت واحد النتائج إيجابية محترمة للناس بدأوا تعيشوا مع المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية التشاركية دورة ديالليوم اللي عندنا الآن هنا في رحاب كلية العلوم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي جزء من هذا النشاط وجزء من دورات تكوينية وزوج من البرامج العام اللي انهض به الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية نتمنى بأن نصل في نهاية البرامج ديالنا لتحقيق الهدف ديالنا وهو الوعي بالأهمية للديمقراطية التشاركية الوعي بالأهمية للتنمية المجالية والتنمية الترابية وكذلك وعي كل المتدخلين بإعطاء الاهتمام اللازم والاهتمام الكافي لإرساء مفاهيم والدعمات التعطيرية والتكوينية للديمقراطية التشاركية وهذا تيصب في خدمة المجتمع وفي خدمة الجماعة الترابية وفي خدمة الوطن ككل كما سبق وقلت أن هذه الدورة تهدف إلى التطرق إلى القانون تنظيمي 113-11 المتعلق بالجماعة الترابية وهي تنقسم إلى شقين أولا الشق النظري وتانيا الشق التطبيقي من أجل إغناء معارفنا العلمية فيما يتعلق بتنزيل هذا القانون التنظيمي وكذلك مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الكبرى في هذا الإطار